مساء الخير للجميع رح ارجع اليوم احكي عن الحرب بالسودان تحديدا جبهة الخرطوم بعد المعاركة مستمرة ورح ارجع اشرح شوية مرة تانية لان التيك توك معنا بيخليلي مجال الفيديو يوصل لعدد كبير لهيك بتمنى بيشوف الفيديو يعمل لايك وشير لرفقاته بدايتا هرجع اشرح المنطقة بيمرق فيها النهر متل ما شايفين فمقصمة الفكرة الاساسية بالسيطرة بها المنطقة هي السيطرة على المكرات والسيطرة على الجسور لتقدر تتحرك القوات من طرف لطرف من محل لمحل من حي لحي لان متل ما ملاحظين المنطقة مش لون واحد يعني ما هو مثل الروسية مثلا مثل اليسار مع الروس اليمين مع الاوكران لا شايفين الالوان فايت ببعضها اللون الاحمر بيرمز سيطرة الجيش السوداني اللون الزهري بيرمز سيطرة سيطرة جديدة للجيش السوداني اللي سيطر عليها من الامس حتى اليوم اللون الاصفر بيرمز للرد السريع اللون الاخضر بيرمز لسيطرة الجديدة للرد السريع واللون الازرق بيرمز للمنطقة المتنازعة عليها الجيش السوداني قدر حقق مكسب كتير مهم كبير بها المنطقة قدر سيطر على ها المنطقة الزهرية هون متل ما شايفين كذلك الامر هون فصار عنده جسر مسيطرة عليهم من الطرفين من الجهتين وعم بيقدر يأمن خط مداد على المنطقة الزهرة هون اللي متنازع عليها منذ الامس بيدروا شاب وحلفية الشغلة التانية كان في هون سيطرة للجيش السوداني خسرة انتقلت الاشتباكات انتقلت ضغط كله لحد من قواته كلها رد السريع سيطرين هون على الطرف من الجسر هون وقدروا سيطروا على ها المنطقة بواسعوا بشكل كتير كبير وسيطروا هون ع ها المنطقة من الجسر الثاني من الجهة التانية من الجسر الشغلة التالتة انها شدمت جش ستئر جزتين على هاactus الجهه من الجسر وبعد المعارك مع الرد السريع عربي يضغطوا في هذا الاتجاه لحتى يقدروا يسايدروا هون وينتقلوا من هاج جهة لهاج جهة على منطقة المهندسين والنفس وقت يضغطوا منطقة الموردة باتجاه المهندسين ليقدروا يتلعوا الجيش السوداني من هون ولكن بعد المعارك محتدمي ونفس وقت الجيش السوداني يعني يجربين القوات من هون لها المنطقة لا يقدر يحقق شيء لان هون مثلا في عندك الاصر الرئاسي عم بيضرب الطيران على الجيش الرد السريع عندك المطار عندك منطقة القيادي هون في الكيادات المهمة كتير المنطقة المهمة الابنية المهمة مكارات المهمة بالبلاد طيران السوداني عم يقصف بشراسة اماكن تواجهة الرد السريع لحتى يطلعهم منها مثل هون شايفين هون في سيطرة واسعة للرد السريع بالمنطقة عم بيجرب يحافظ علي ويوسعها وقدر توسع هون بالمنطقة اخذ هون كذلك الامر في الجسر هون قدر سيطر على العقدي يعني اكمل سيطرته على طرف من الجسر وراح يجرب على اكيد يحاول يسيطر هون ولكن كل احوال ما في اي نزاع هون في اي اشتباكات المنطقة هون كلها تحت سيطرة الرد السريع كما شايفين فهون المنطقة امنة الشيء جديد ايسا كمان هو انو الرد السريع قدر سيطر هون عم بيجرب بيخلق محور شايفين كل هذا الازرق هذا كله مواطق نزاع فعم بيجرب بيثبت سيطرة هون وينطلق منها ليخلق سيطرة كاملة بجنوب الخرطوم فيا هالطولة حينجح ما رحينجح بدنا ننطر ونشوف بدكم دالكم متابعين معي ودالكم ابدات يعني كل شوائي بتجربوا وتفوتوا على الاكاونت شوفوا اذا حاطت شي فيديو وشارح عنو ولا لا اه جميلة نادي المعارك السيطرة الاصف عنيف المعارك عنيفة اكتر اه ما في رحمي المعارك ما فيها رحمي ابدا ابدا للاسف اه واسه بس في شاري صغير يقدر الجيش سيداني يسيطر هون على هيدا الجسر متلها شايفين اهو كان منطا متنازع علي قدر تمكن السيطرة على الطرف من الجسر هون ومعه هون الطرفين من هيدا الجسر ومعه طرف من هيدا الجسر فالجسورة كتير تلعب دور مهم تتنقل قوات من محل لمحل جيش السوداني عم بيجيب تعزيزات كتير من ولاية نهر النيل من ولاية نهر النيل ولاية اه تاني اخرى عم تنجاب كلها على الخرطوم من الشمال ومن الشمال الشرقي اه بالنسبة لبورت سودان متل ما قلت لكم احكيت عنها قبل كان مفروض الروس من كم سنين يعملوا قاضي بحرية هون البيروكراتي الروسية اخرت الوضع التغيرات السياسية بسودان اخرت الوضع اكتر فجأة بتتحول بورت سودان لمكان اجلق الرعاية الاجانب وبينزل فيها قوات اجنبية هي اريتيريا والجيبوتي واثيوبيا وصارت المنطقة هنا مع بيج قطع عسكرية اجنبية وان الروس ما في روس فالفكرة يا هلتولة رحت القاضي على الروس ما منعرف سؤال الثاني واللي هو الاهم سلامة السودان وشعب السودان مين بيضمنها هاي المعارك مين بدو يهديها مين بدو يروأ الاطراف ما في الشي واضح ما في الشي مبين شغلة اسا جديدة ثروات السودان الاطراف ويعي انه ممكن الطرف الثاني كيف ديالكن اياها لازم عن جد يكون في وطني لازم يبعدوا عن اي تدخلات اجنبية يعني ممكن الدول عم تحكي الطرفان ويدعموا الطرفان من تحت لتحت لحت مين من ربح يمسكوا مشاريع استثمارية معه ثروات البلاد الموارد الطبيعية فيها الموارد المعدنية مندعي بس الله يكون بيعون اهل السودان وشعب السودان والله يكون معهن ويحميهم ويروق البال ويهدي الامور وانا بطلب منكم مجددا لايك وشير للفيديو خليكم متابعين معي عن جد بس شوفوا فيديو ضغر يعملوا لايك جارب وعملوا شير اذا لاتوا كتير مهم وقصة في شغلة اعطوه الفوتو على الاكاونت وشوفوا بقية الفيديوهات لان ظن التيك توك ما حيخلي كل الفيديوهات تطلع عندكم فساعدوني بها الشغلة وانا مشكوركم الى اللقاء